المفهوم المستقبل لعل أحد أهم وأصعب القرارات المصيرية التي يمكن أن يتخذها الشخص في حياته واختيار التخصص الجامعي وما قد يترتب على ذلك القرار من تبعات على الصعيدين الشخصي والاجتماعي على حد زوى نوفر في الجامعة معلومات وافية عن جميع الأقسام والتخصصات المتاحة لدينا ونعقد جلسات استشارية فردية لكل المسجلين حتى يستطيع الطالب أن يعرف ماذا يريد أن يكون وأن يرى أين سيكون ومتى قسم التسجيل لدينا يجري اختباراً علمياً على موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة ميول الطلاب قبل تحديد رغباتهم والبدء في إجراءات التسجيل وهو مؤشر إلى تحديد التخصص الأقرب لما يتناسب مع إمكانيات المتقدمين ورغباتهم وقدراتهم أمضينا زهاء العقدين من الزمان محاولين تقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمة العملية التعليمية إذ نولي الاهتمام الكافي بإجراء الأبحاث العلمية في معاملنا ومختبراتنا ونعد الدراسات الأكاديمية بانتظام ونفخر بالمحكم منها ونصمم مقرراتنا الدراسية بالاستعانة بالمراجع العلمية والخبرات المنفوقة شجرة جامعتنا بات لها غصون وفروع في صمعاء وعدم والحديدة وإب وأصلنا ما زال كما هو هناك ثابت في الحالمة تعز حيث تأسست جامعتنا فيها في ربيع عام 1994 ميلادية صرنا أعضاء عاملين في اتحاد الجامعات العربية مبكراً وحصلنا على عضوية اتحاد جامعات العالم الإسلامي بعدها بمدة وجيزة وحلمنا أن نتصدر ترتيب الجامعات العربية ما هي تطلعاتك أنت؟ صف لنا أحلامك الجامعة الوطنية حقق ما تحلم به